اهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام وصلنا لفقرتنا الحوارية واليوم الخميس اكيد فقرتنا الحوارية مختلفة وغير ودائما بيكون عنا قصة قصة ملهمة اصحابها اشخاص عندهم دائما همم وابداع ضيفتنا اليوم صبية امورة ما شاء الله عليها طموحها يعني يصل الى حدود السماء بلشت بمعلمة لغة انجليزية واصبحت مشرفة طبعا بسبب اجتهادها باللغة الانجليزية ونشاطها كمعلمة ولكن لم تبقى عند التعليم كتير اشياء عملتها وبصراحة ابهرتني لما قعدت معها وتناقشنا انا وياها بتفاصيل وجدت انه عندها حس ابداعي وحس فني رح احكي لكم كتير هلأ عنها اكيد بس نتعرف عليها وراح نسمع منها تفاصيل كتير حلوة عن حياتها وابداعاتها الفنية بعد ما نتعرف عليها اسمحوا لي ان اعرفكم بالشيف حنان عواد صاحبة مشروع بانر بارتي اهلا وسهلا فيك شيف حنان اهلا وسهلا الله يسعدك ان شاء الله يا ربي بيتك عامر تسلم يا رب يعني بلشنا لهم بمعلمة لغة انجليزية وعرفناك شيف اكيد يعني المشاهدين اتفاجأوا اكيد فقبل ما نوصل طبعا لعند مشوار الشيف بدنا نرجع عندك من النقطة الاولى لما كنت معلمة لغة انجليزية وابداعتي وصرتي مشرفة على اللغة الانجليزية بالمدرسة درستي انجليش وابا ادب انجليزي بكالوريوس ادب انجليزي ما شاء الله بحب طبعا اخدأتي ولا طلعلك انه ولا انه مجبرة لا هو ادب انجليزي الانجليزي انا من زمان يعني متفوق فيه باحبه بس ممكن كان ببالي خيارات تانية بس لما اخدته طبعا اكملت ادب انجليزي ولم اشتغلت بك تعليم كانت مهنة كتير حلوة وحبيتها يعني هي مهنة يعني حلوة وفيها تمييز اكيد وفيها شغف وفيها حب وفيها عطاء كمان يعني هي بالنهاية تربية وتعليم كمان درجت فيها كمهنة بالتعليم كم سنة ضليت درسي انجليش تقريبا سبع سنين اه ما شاء الله باكتر من مرحلة يعني مرحلة العمرية بدأت بالاساسي واعطيت بالاعدادي ورجعت اعطيت رياض اطفال حلو وبعد لما سرت منصقة ومشرفت لغة انجليزية لأ امسكت المراحل الكبيرة اللي هي الثانوي والاعدادي قديش مرحلة التدريس اضافت لك يا حنان اكيد علمتني الصبر طبعا يعني التدريس بشكل عام بيعلم الواحد الصبر وبعلم انه الواحد يعطي يعطي عن حب والتعامل مع الاطفال علمني اشياء اكتر كمان يعني التعامل مع الاطفال ببرائتهم بالحب الاعطونية يعلموا الواحد اشياء كتير حلوة وجميلة ولطيفة يعني مهنة اكتر مرحلة انا حبيتها هي رياض الاطفال والتعامل مع الاطفال يمكن تسقل الشخص يعني بحس انه انا بما اني عم ببعطي وبتعلم من الاصغار طبعا بعلمونا على تكرامة يعني مش بس انتي تعلمت صبر طويل اذا انا كتير بسقل شخصيتي اكيد واكيد هاي المرحلة اضافتلك كتير انا بدي اوصل لمرحلة انه لما بلشتي خلصت فكري انا بدي اترك التعليم شو كان فيه هيك شي جواتك بيحكيلك انه طبعا دايما الطموح بيكون اذا الواحد عندك شغل بيغلي بباله فوين نقطة التحول اللي خلتك تترك التعليم واللغة الانجليزية لتنتقلي لمرحلة جديدة رح تحكي لنا عم هلا انا خلال العطلة الصيفية بتعرفي بالتدريس بيكون في عطلة صيفية كنت شوي اخذ استراحة من التعليم وابدا بموهبتي والاعمال اليدوية بالامور الفنية فبديت اخذ دورات كثيرة اخذ دورات بالتجميل اخذ دورات بالخياطة دورة كروشي وتصابون واخذ دورة شوكولاتة هيا انا نشوف بعض الصور هاي الصور هون بالمدرسة صح؟ هون المدارس اشتغلت بالاضافة للتعليم اشتغلت مسؤولة انشطة حلو يعني احسوا انه انا عنده حس فني بحب اكيد فهون كنت انظم حفلات تخرج نظمت حفلات تخرج اكتر من مدرسة صراحة المدرسة اللي اكون فيها وفي مدارس كمان ما كنت فيها وهون طلابي طبعا برياضة الاطفال كتير حلو م شاء الله هون تدريسي بلغة انجليزية للاطفال هون مرحلة رياض الاطفال كنت احب ادخل الفن شوفي المعلم المبدع بصراحة انه فعلا بيدخل الفن مع تدريس وفي بعض المواد الكبار ضرورة الدخل الفن بس لصغار كل حصة لازم يكون في عندك فن فيها بتها ابداع هلا هون الكروشي هاي دورة الكروشي ها ها انتقلنا من الدراسة الى الكروشي هون اخدتي دورات بالكروشي اخدت دورة وتعلمت برضه من ناس حولي يعني علموني لان انا بحبها يعني الحمدلله برضه اشتغلت فيها هيك فترة ابداعتي وحسيتي عملت اشياء ليلي يعني مش شغل كبزنس يعني اضافت لك اشي كمان اكيد اكيد لانه هي بالنهاية تعامل مع الوان يعني بحب تنصيق الالوان ادمج فاخدتها هي هاي الكروشي وبرضه بص ما لقيت حالي صراحة هون حلو انه انت عم بتجربي يعني انه مثلا درست واخدت يعني خبرة كتير منيحة وابداعت بهذا المجال لكن انا لسه بدي بدي اضيف لذاتي صراحة هالم اخدت عدة دورة بالضبط اخدت او اكتر من دورة حتى لقيت حالي انه لازم ابدأ باشي انا بحبه ابدأ باشي انا استثمر فيه ويكون طابع لهويتي لهيك بديت في مشروعي بانار بارتي لسه ما ما تستعجلي لنا عالمشروع انتي عندك كتير شغلات انا حابة احكي عن كل شي يعني مثلا اتعلمت اكتروشي اتعلمت ايش كمان الكمون اليدوية اخدت خياطة اخد دورة صابون جميل دورة شمع دورة شوكولاتة ودورة تجميل شوي التجميل اخد وقته اكتر يعني اكتر اشي دورة التجميل اخدتها على ثلاث مرات كنت مفكرة مثلا تفتحي صالون كنت في بالي ببداية هاب وهو اصلا انه كنت برضو بحب يعني بحب ارسم وهيك فانو الوجه برضو الوان وكزا بس لا ما كان كتير في بالي صراحة يعني شوية ما حسيت حالي بهذا المكان اخدتها بس لي يعني انه هيك انا اتعلم اشي يالي بالضبط وهو كلها اكيد بلا شك فادتك اه اكيد يعني الواحد كاست بيت او كمتزوجة وهيك كل اشي بتاخده بفيدها بفيدها لبيتها بفيد حوليك بفيد لمساتها بالبيت من الاشياء التي تتعلمها اكيد طيب هاي لمساتك كيف كنت فعلا نضيفيها على بيتك مثلا كيف زوجك يدعمك زوجي هو طبعا كل الدعاء هو كل يعني اي حدا بنجاح بكون اكيد زوجي هو الاساس لانه هو ببيتي يعني اعطاني الوقت الكافي ايمت ما بدي دورات طبعا ما في عنده عنده اي مشكلة وهو كمان شجعني اكتر لانه عم بشوف انه في اشي عم بتطور فيه اكتر يعني تعرف كل اشي انت عم تاخدي بضيف لك طبعا مثلا اخدت كروشي حاولت ازين بيتي بالقطع بكروشي حلو بالاخياطة نفس الشي افصل اعمل فانه اكيد بفيدني قديش كل دورة من الدورات اللي كنت تاخديها كانت تعطيك تحقيق للذات تشعري بثقة اكبر هي الدورة ثقة طبعا زي ما انت عم تحكي وبنفس الوقت تسليل ايلي يعني بحس تفريغ لطاقتي اللي انا نفسي ابدع فيها وليما بتاخدي دورة وتكوني ما اخديتها عن ثقافة او عني دراسة اكيد بتعملي الشغلة صح يعني ممكن مثلا شوكولاتة انا بعرف مثلا ادوه بشوكولاتة ممكن تحضر اليوتيوب كذا بس لما انت عم تاخديها من واحد مختص وتجربي وتعملي بطلع معاك الاشي متقن اكتر وبضيف لك انه ثقة اكبر لان انت عملت الشي صح مفشلتي يعني طبعا اهه طيب فيه ناس اكيد من الناس اللي بكونوا محبطين حوالي اكيد هدول كيف كنت تتعاملي معهم مثلا فيه ناس بولك انت كل مرة بتاخدي اشي رسيلك عبر اكيد اواجهتي اكيد اسمعت هذا الاشي طيب كيف كنت تواجه هاي الشخصيات شو كان مثلا لما تسمعي من زي هيك اقوال سلبية كيف تكون ردة فعلك لداخلك هلا ببدايتي صراحة لما كنت شوي اصغر كنت اتأثر يعني ابدأ بدي اعمل الشغلة لما يسمع هيك بقولوا انه انتي معلمة انجليزي راح تاخدي دور التجميل مثلا كنت شوي اتراجع بعضيها لا لقيته صار دافع اكتر انا بدي اسبتلكم انه انا صح اوكيم مهنتي او وظيفتي معلمة بس انه انا بقدر اعمل اشياء تانية يعني هاي هوايتي ما بقدر الغيها يعني من شخصيتي اه وفيه ناس امكان ببالولك مش عارف انت شو بدك كل مرة بتمتعي شغلة معينة هلا اشوف فيه ممكن اسماحها مش من حدا فنان هلا الفنان معروف هوا بالفنان بيكون اي اشي ممكن قدامه هو الا يكون طابع الفني قدامه يعني ويكون بباله مثلا انا ما اخدت دورة لنفرض تنصيق ورود بس ممكن لما اشوف شغلة ورد انه يلفت نظر انه اللون هذا مولابق مع احد هو بيجي لحاله يعني بالطبيعة يعني بالفطرة زي ما تقولي طبعا بس لشغلة المحبطين الواحد طبعا اكيد لازم ميرود عليهم اكيد يعني فعلا طب هون بدنا نشوف هلا تنصيق الحفلات كمان الاشياء الابداعية الرائعة اللي عملتها شرحي لنا عن الصور هلا هون عملت هو مشروع بانر بارتي حولت اخذ بلشنا بمشروع بانر بارت حولت ادمج يعني الاشياء اللي انا باعرفها تنصيق الالوان تنصيق الحفلات هنا مثلا حفلاتنا لاطفال اعياد ميلاد فيها تنصيق البالونات والاستندات وطبعا نحط مجسمات وتفاصيل كتير لحليم ذكرت لنا انه انت هيك تحت الهواء كنت توصل الليل بنهار حتى تتعلمي صحيح ما ايجا من فراغ تتعبتي ع حالك صحيح كيف كنت تعلمي حالك وتتعلمي وكيف شو يعني انا اوصل الليل بنهار طبعا هلا اه اي شغل ممكن انت كتش فيك صورة نهائية بس هو في ورا كتير تعب فيه تعب انه انا كيف بده انصق هذا اللون مع هذا اللون كيف بده اتعامل مع الزبون كيف بده اتعامل مع الصورة النهائية اللي رح تطلع هذا ما بيجي صراحة من فراغ طيب بدي اسألك هون نقطة مهمة عن اذا بدنا انتقل على مرحلة لما انت بلجتي تفكري انه خلاص انا بده اتعلم الطهو والحلويات اهو اوصل اني اصير شيف شو النقلة كانت بين الاشياء الفنية الحلوة اللي بتجنن كل عملتها بين مرحلة الطبيخ والشيف هو كل واحد له عالم سبحان الله وكله فن يعني كله فعلا يجمع الفن بالنسبة للطهي هو برضو من هوايات من انا وصغيرة يعني بحب الطبخ وبحب المطبخ بشكل عام لما اشتغلت في الكيك اخدت بعند دورات الكيك كاتازين مجسمات وتشكيلها ما كان عندي كتير مشكلة لانه هو هدا فن كان عندي مشكلة شوي قلت لأ لازم انه اهتم بالطعم هون عم نشوف كيكات عاملتيهم هون كيك بوبس اه كتير حلوة حلويات تتقدم مع الكيك وتكون نفس الثيم يعني نفس الطابع تقريبا كتير حلوة ها هون كيكة لحجاب حلوة وهي دورات تعلمتيها يعني دورات اونلاين ولا دورات كنت فعلا عملية موجودة لا لا عملية انا في لا غلبها عملية طبعا هلا بالنسبة للكيك انا اخد بس دورة اللي هو كيف اطلع الطعم اللي بدي اياه مش ال كيكة زاكية اه انه يطلع اشي اللزيز طبعا لان الناس بتعرف عجينة السكر مش كتير عم بتحب يعني ما بتفضيلها كتير حاولت انه لا انه يكون الطعم طيب بالنسبة للالوان والشكل ما كان عندي مشكلة انه هوايتي يعني هذا الشغلي اه فبتبدعي فيه اه بالزبط بلعبتي بالزبط لما لجأت لدبلوم الاساليب الطهي الحديث اه لقيت حال انه خلاص اكتفيت بمكان انه لازم اضلي متطورة يعني واستمر بهذا الاشي اه اخدت الدبلوم اه علمني تعامل مع المطبخ فيه اشياء كثير صراحة كانت حلوة تخزينة الاكل فيه نحنا اشياء الستات البيت ما بنعك اه انا استفتها لبيتي صراحة كيف تتعامل مع الاكل السخن كيف تتعامل مع الاكل البارد كيف تحفظيه كيف ترتب التلاجة يعني التفاصيل افدتني صراحة لحياتي اكتر من انه لشغلي كمان اه 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 فيه اشياء يعني مثلا فعلا يعني كنت ما تعرفيها وعطينا امثلة معينة انه مثلا اه صرت الطبقية هلأ ببيتك اه بالزبط فيه امثلة معينة تفيد فيها السيدة اه اكيد انا فيه تعلمت شغلي استغربتها كثير هلا احنا لما بنعمل الاكل ونطبخه ونجهزه مصرع منا الطبخة وحطناها على الغاز وخلصناها طفينا النار هلا عادة احنا منخليها على النار يعني منخليها على الغاز او ما محطها بالتلاجة انه هيك قال ما تروعه وتبرد ازا احد احنا لما تكون جاهزة بس انه لاتعلمت انه لازم على فترة درجات حرارة معينة لما تكون هي درجة غليان وتبدأ تصير تقل درجة الحرارة هون بيبلش فيه بكتيريا الممكن تنمو به هاد الطعام فإنه لازم على طول خلص نظر الأكلة نحطها بالتلاجة مباشرة أو حمام بارد زي تلج هاي الأشياء اللي حسيتها جديدة يعني يمكن صحتها يعني ما تكون فعلا أنه تتكاثر فيها الجلاثيم بتتكاثر فيها الجلاثيم بالدرجة الحرارة نرى صور من الوجبات الفنية اللي طبعا مزين الصحن كلوحة فنية فعلا هذا اللي تعلمناه بأساليب الطهي إنه كيف نقدم الطبق مش بس إنه يكون طعمه ومكوناته وطيبة شميل يعني أنت ما شاء الله عليك بعد ما فعلا حققتي ذاتك ويمكن أكيد لسه عندك طموح والله بتكيلي كمان شو طموحاتك وين دك توصلي حبيتي فعلا تحكي لكل صبية حقيقي ذاتك وعملتي مبادرة شرحيننا عنها هلا أنا لما لقيت الحمد لله لقيت مشروعي لقي صدى ولقيت على السوشال ميديا الحمد لله لقيت مكاني صراحة والمشروع تاعي لقى مكانه نجاحه وفيد باك كمان من الزباين كان عالي الحمد لله فحبيت أنه أفيد كمان ستات كتير ببالهم أنه يبدوا مشروعهم بس خايفين من أول خطوة أو خايفين أنهم يبدوا أو خايفين أنه يتركوا وظيفة ويبدوا مشروعهم فحبيت أعمل مبادرة حقيقي ذاتك هي فيها كيف أساعدهم كيف يبنوا مشروعهم أو حتى كيف يختاروا فكرة وناس بلا شخصيتهم يبدوا فيها وحتى لستات البيوت يعني ممكن موظفات وستات البيوت يعني حلو أنه ما تضل الواحد قاعدة يعني حلو أنه تضلوا يشتغل تطور حالها فكانت حقيقي ذاتك عملتها لسيدات المجتمع المحلي وبرضه لقيت منها كثير صدا من السيدات اللي كانوا موجودين أعطوني دافع كثير كبير أنه أكمل برضو بهذا الشي جميل أنت كمان ما حكينا أنه أخذت دورة TOT حتى تكوني مدربة معتمدة بالضبط وفعام بالدربة هلأ أكيد بعض الصبايا لما كنت بدي أمشي بمجال التدريب ضروري يكون معاي كمان رخصة وشهادة فأخذت دورة TOT ساعدتني طبعا أعطي دورات أعطي يعني هلأ أعطيت الدورات اللي هي بحقيقي ذاتك أغلبها عن تأسيس المشاريع وفي إلها أكتر من الليفل يعني أنه بداية كيف هي بداية كيف هي بداية تختار مشروحها بعدها كيف بداية تطور مشروحها وهيك يعني عادة هن الصبايا لما يفكروا بمشروع بيكون عندهم طموح لكن بيوقفوا بيوقفهم الخوف أكيد فكتير أنا كنت أشوف في صبايا بيقولك أنا بخاف ما أنجح بخاف من الفشل بخاف يعني أتكلف وما ألاقي نتيجة صحيح زي الصبايا هدول واللي عم بسمعونا اللي عكل واحدة عندها مثلا فعلا حلم حاب تحقيقه كيف تكسري لها هاي الخوفة أكيد هلا التحديات اللي بتواجههم شوية فيه كتير ناس كل صبية أو كل ست عندها تحدي شكل أنا دايما بحكي لهم أنه أنت حددي هدفك خططي لمستقبلك وخططي للمشروع الأنت اللي في بالك أكيد لازم تكوني إيجابية وأكيد لازم تتطوري من نفسك وتتعلمي أكتر وأكيد مع الصبر والتوكل على ربنا أنه بالنهاية ربنا سيحقق لك حلمك طيب بدنا نحكي عن طموحك المستقبلي هلا أنت ما شاء الله عليك يا شيف أنا يستطيع وتعملي حلويات وأشياء طيبة وطبايخ وين بدك توصلي حنان صراحة كتير حاب أن يكون المشروع شوي كمان أكبر أطوره أكتر وأحط أفكار إبداعية كمان أكتر يعني هلا أصار الأشياء التأليدية كسار الدرجة لا أنا بحب أنه يكون فيه إشي بيميز هذا المشروع وبالي صراحة أنه أبدأ أعطي التعليم أدخل التعليم شوي بالغداء أعلم الأطفال حلو أنه كيف يتعاملوا بالمطبخ أعلمهم أكلات بسيطة يقدروا يساعدوا فيها يعني خلين نقول دورات شيف للأطفال للأطفال أه لأنه أصلا أنا بحب أتعامل معهم وهو خبرة تكنيحة في التعامل مع الأطفال بالضبط فأكتش هذا راح يضوف لك أكيد هلا أكتر معلمات ممكن يعطوا مثلا بدخلوا برضو الأكل هم بالطبيعة بأنشطتهم بدخلوا الأكل بتدريسهم الحروف أو الألقام بس أنا حبيت لأه أنه شوي أعطي أنه هو أصلا يدخل عادي يجرب يعمل طبق صغير على أده يتعامل مع المطبخ ما نضعنا نقول له لا اطلع أعلموا أنا أشي فيه خطأ أشي الصح كيف يمسك الأدوات الحادة أو أنه يكفي بعد عنها كيف يتعامل مع الخطر يعني هذا الأشي اللي في بالي حاليا يعني أنا ممكن أني أعمله طب هل مشروعك حنان هل هو أونلاين أو أنت مثلا فاتحة مطبخ إنتاجي معين أو مثلا صفحة لا هو أونلاين حاليا وعندي موقع إلكتروني طبعا في عندي مكان اللي هو اللي حط فيه المستلزمات الأعياد الميلاد كمستودع موجود يعني لما أجي أطلع الحفلة بتكون كلها جاهزة عندي الأشياء اللي كانت تتخوف حنان هل كنا نحكي على الخوف وأنت بتدعميهم بس كل شخص إلا ما فيه بداخله أكيد المقاط مرافة شوي المقاط ضعف أوقات الوحيد بخاف من ردة فعلة لزبون بظل واحد أعصابه إنه يعجبه هاي بالبدايات كانت كتير كنت أتوتر إلا ما أطلع حفلة أو أعمل كيك أو كذا أستنى ردة فعلهم هيك بشوء أشوف عجبتهم أكيد الآن الحمد لله صاروا أغلبهم بيعرفوني هم عارفين كل شيء يعني من يعني مثلا لما تعملي قالب كيك أو بالبداية كنت تعملي قالب كيك واتزيني لمن بتفرجي أول حدا عشان تقول له حلو ولا مش حلو لا ماما لا أهلي يعني ماما هي شخص دعمني كتير وقف معي كتير الله خلي لك وهي الجانب الإيجابي لحياتي ما كانت تجاملك عأساس إنه يعني مثلا آه حنان بجنن ولا كانت تقولك إنه لا هون حلو هون حلو هي اللي خلت شخصيتي إني أجرب يعني أنا من أنا وصغيرة كنت أدخل المطبخ بتعرفي إلا تكسري إلا تتخاربي إلا إشي ما يزبط هي لأ ما زبط خلاص إتركي حطي على جنب حلو إنه تعلمين وهم إنك تتعلمين يعني هي اللي ساعدتني إني أتعلم وأجرب وإنه لو في شيء إتمائز على العادي يعني فيه ممكن فرصتان تزبط فماما هي الأول حدا طبعا أفرشيها كل شيء ما شاء الله يعني أكيد من مجهلها ألف تحية لوالدتك وزوجك أكيد اللي دايما دعمك وفاتح لك أكيد المجال وإنه يعني فعلا لولا إنه فيه مثلا علاقة فيها احترام متبادل واثقة ويعني حب العطاء بين الطرفين ما كان هذا الجو ما كان أبدعت الله يساعدك أكيد لأنه كمان بيساعدني يعني نفرض تأخرت بشغلة عملت كذا إلا الواحد يعني حس حاله أنه أصر شوي في البيت قال إيلا أهو مغطي عني ما شاء الله لشأن هكو داعمك برضه أساسي يعني للمشروع ولكل دورات اللي أنا أخذتها يعطيك ألف عفية الله يا حنان يعني بدنا نختم برسالة من حضرتك بدقيقة لكل صبية فعلا عندها مشروع أو لسه ما بلشت تايها مش عارفة شو تعمل ونفسها تحقيق ذاتها شو تحكيلها أنا بتمنى أنه ما توقف بتمنى أنه عن جد تكتب خطة بالضبط أنا هذا اليوم بدي أكون كذا بدي أعمل كذا بدي أحقق كذا ما أرد على الناس اللي حوالي إذا أنت عندك شغف امشي وراء شغفك وامشي وراء حلمك لأنه أكيد بالآخر رح توصل لي يعني وبتمنى أنه أي ست بالها مشروع ما توقف بس على الحكي إنه لا افتحي على اليوتيوب اتعلمي اسألي ابعتي لناس بشتغلوا بمجال انت حابة تفتحي خدي منهم فكرة خدي تعلمي من أخطاء صارت ما توقعي فيها بس ما توقفي ما تضلك قاعدة إنه بستنى بالفرصة تيجيني الواحد لازم يشتغل هو اللي يوصل لحلمه أكيد الفرصة ما بتيجي إذا نحنا ما دقينا بابها وسعينا لإلها يعني حنان عواد الشف الرائعة المبدعة بكل المجالات يعطيكي ألف عالبي نورتين وشرفتينها تعلمنا منك كتير كنت ملهمة أكيد لكتير من الصبايا يمكن بس معوك فتحتي لهم آفاق إن شاء الله يربيهك دائما تكوني صاحبة رسالة إيجابية للجميع وبيتك عامر شكرا لوجودك معنا أهلا أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام رح ننتقل لفقرة أكثر ما تم تداولوا عبر السوشال ميديا فاصل قصير وراجعين خليكم معنا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة